صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعين برحب بيكم دكتور محمد طلعت في حلقة جديدة من برنامج أطباء مصر الحلقة في بعض حلقات بتكون عنوانها بيتكلم عليها ما بتحتاجش لمقدمات طويلة وما بتحتاجش لأي حاجة وحلقتنا النهاردة من الحلقات دي الحقيقة ان لو اي حد تعبان يعني مثلا عينيه تعباه هيروح لدكتور عيون دي حاجة طبيعية لكن المرض النفسي او التعب النفسي او الحاجة النفسية دي مشكلة كبيرة جدا والحقيقة ان المرض النفسي عادة او دائما ما بتكونش حياته طبيعية دايما بيكون في لغبطة ودايما بيكون في مشاكل واتحدى اي انسان يثبت ان المرض النفسي او التعب النفسي ما بيقصرش على تعب عضوي او ما بيكونش من مسببات المرض العضوي حدس ولا حرج عن السمنة حدس ولا حرج عن الضغط اي مرض اتحدى اي انسان ايا كان ان هو يثبت انه لا علاقة بين المرض النفسي والمرض البدني دي حاجة مهمة جدا الحاجة المهمة التانية ان احنا عندنا في مجتمعنا العربي الشخص المريض ده حاجة عيب انت رأى عند دكتور نفسي بانت مجنون وده فكرة خاطئ جدا وشائع في مجتمعنا العربي الحقيقة ان المشكلة دي او الحاجة دي بتسبب اصلا عند المريض مشكلة جبئة انه عمره كده ما هيروح لطبيب نفسي عمره ما هيعترف انه هو عنده مرض نفسي احنا على افسط الامثلة لو خدنا حاجة واحدة اللي هي القلق التوتر الاكتئاب لو خدنا الاكتئاب على سبيل المثال في حاجة غريبة وحاجة مفزعة الحاجة الغريبة في الاكتئاب ان حوالي 17% من البشر عندهم اكتئاب والرقم فيه تزايد يعني ها من 17% ل19% من البشر عندهم اكتئاب يعني حوالي احنا خمس البشر دخلين على تلت البشرية بتصب الاكتئاب لانه مرض قد يأتي على مدار العمر منذ ان كنت طفل ده الخبر اللي هو الغريب انما المفزع بقى ان 25% من اللي عندهم اكتئاب بينتحروا يعني ربع اللي بيجي لهم اكتئاب بينتحروا ودي حاجة مفزعة جدا اذا قسم الصحة النفسية والامراض النفسية ده قسم مهم جدا وفيه اهمال ليه عندنا كفكرة وكثقافة وكواعي عندنا في مصر وعندنا في الغرب وعندنا في العرب في بعض الدول ما بتخليش اللي عنده تعب نفسي ان هو يشتغل برضو احنا مش هنقول ان فيه مشكلة احنا اهم حاجة عندنا الدور الوقائي احنا ما بدأنا من الاول ان احنا هنعمل دور وقائي هنرفع الوعي الدور الوقائي هنقشوا المشاكل هنقشها الحلول هنقشها ولكن هيكون معانا ضيف متميز جدا بحر في علم النفسية والصحة النفسية ضيف العزيز الدكتور حسام الدين امين استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك دكتور حسام صباح الخير بصبح بحرك في برنامج اطباء مصر وبشكر حضرتك لتلبيت الدعوة اشكرك جدا والله شكرا جزيلا اهلا بي ضيوفك كلهم في البداية دكتور كنت عايز اسأل حراك عن حاجة ايه مسمى الصحة النفسية انا عمالين نقول صحة نفسية صحة نفسية صحة نفسية احنا عايزين نعرف ونعرف المشاهدين الاول ايه هي الصحة يعني ايه صحة نفسية طبعا اشكرك على السؤال واشكرك على اختيار الحلقة لانها تعتبر مهمة جدا لكل انسان طول حياته انا اكلم على الصحة النفسية وهقربها اكتر للناس زي ما احنا بنحب ان احنا يكون عندنا صحة بدنية فالصحة النفسية هي الجزء الاخر من تكوين الانسان لان الانسان جسد ونفس جميل غير بقى ان نروح من امر ربي يعني اه اذا الاتنين دول مرتبطين ببعض ما هي الصحة النفسية ان الانسان يكون عنده توافق مع نفسه ومع الاخرين ومنسجم ويقدر يواجه اي مشكلة وازمات حواليه ولكن باسلوب صحة جميل الصحة النفسية اساسا هي عملية التوازن ما بين الضغوط وما بين اللي جواي انا اللي يقدر يواجه ده اذا في جزئتين حيتموا مهمين جدا تاني 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 اه استغلتناك بقى حوازن ايوا حوازن ما بين انفعلاتي الداخلية جميل وعلاقتي بالاخرين جميل ماقدرش النهاردة اكون راضي جوا ومصطدم برا جميل وماقدرش اكون مع الاخرين كويس وانا جوا في مشاكل هنا مش ممكن تحصل اساسا توازن هيبقى فيه دروب يعني زي المراية لازم تعكس الحاجة اللي قدامها نفس الكلام بالزبط جميل لكن تعال بقى نبص حاليك الحاجة الاخطر من كده افرني اننا من جوا تمام جدا ومحافظة على توازن ومعنديش الخبرة ولا الدراسة ولا العلم ولا التكيف ولا الانسجام مع تصرفات الاخر هيحصل ايه اللي برا هيبوز للجوه وبالتالي يبقى انا كده هتلاقي سلوك بتاعي انحرف جميل اذا طول خد بالك بقى الحتة دي مهمة جدا انا لازم اكون على وعي وادراك باستمرار ليه لان حركة الكون كلها متغيرة جميل لا اكتر من كده مفيش حاجة اسمها وخد بالحضة كل كلمة هنا عايزين نقولها عايزين نأكد عليها كويس كل واحد انت بتتعامل معاه هو بيتغير يعني مفيش انسان ثابت في كل انفعلاته فاللي بنفعل معك دلوقتي وهو مبسوط وكده خد بالك وانت بتتعامل معاه ما تحطش جواك انه هيفضل كده على طول لانه هيتغير فلما يتغير لازم يكون ليك انت تصرف اخر لما يتغير ده بس ما تصطدمش يبقى بي كويس وده وقتة مهمة في بداية الصحة النفسية واحنا بنتكلم في الموضوع ده احب اسجل حضرتك نقاط محددة علشان يقدر المشاهد يعيش معانا مفهوم الصحة النفسية اول حاجة انا بنصحها لكل اللي بيتفرجوا علينا ان احنا لازم حضرتك نفرق ما بين شخصية الانسان وتصرفاته جميل بمعنى ايه حضرتك احنا عندنا عيب خطير جدا في ثقافة الامم اللي هو لما حد بيغلط بنقول عليه انت كذا انت هنا ما فرقتش ما بين التصرف وما بين الشخصية كل شخصية خلقها الله سبحانه وتعالى في الكون لها تصرفاتها الحلوة والوحشة فضروري جدا حضرتك لما تتعامل مع حد احكم على التصرف والسلوك وما تحكمش على الشخصية يعني تقول ايه فلان عمل الحاجة الفلانية مش مظبوطة او كذا وكذا ابعد عن شخصيته لان الله سبحانه وتعالى لما خلق الانسان ده بالفعل ما تنتقدش الشخصية نفسها لانها قد تتغير وهتتغير وخد بالك والحكم ده غلط جدا تعرف ليه اقولك غلط ليه عليك انت انت كشخص بتحكم ليه غلط في حاجة غريبة جدا في العقل الانساني ان الانسان لو حكم على حد يفضل الحكم ده جوه العقل الباطن ويعملوا وحش حتى لو تصرف تصرف كويس خد بالك الحتة دي خطيرة جدا مؤلمة ليه واحد النهاردة عمل تصرف مش كويس قدام مية رائع لما انت خدت انطباع مش كويس عنه وحطته في العقل الباطن اللي ده حكمت عليه بلفز واحد ده كذا اصبح كل معاملاته حتى لو حلوة يلاقيك انت بتعمله ايه وحش فينفر منك فانت كده ما تعاملتش صح ده هو ده تفسير يا دكتور ان هو الانطباع الاول بيدوم ان انت اول لما بشوف حد اول مرة انا استريحت له من الاول حتى لو عمل حاجات بعد كده ما تعجبكش لأ انت برضو بتفضل مستريح له شوف الجزء ده بيقولك الانطباع الاول وفيه اخر يقولك ايه الانطباع الاخير الموقف الاخير يعني فيه ناس تقولك ايه لا ده اخر تصرف يتحكم علي يا مثلا النساء النساء معظم حكمهم على اخر تصرف يعني هي مثلا ايه لو جزها بيعني حاجة كويسة جدا وجهة عمل حاجة مش كويسة تنسى وتبدل مركزة فيه اخر فعل نركز عن نقطة دي تاني يا دكتور بطي مش عارزين نزاع الحد لا مش عارزين نزاع الحد هي الفكرة كلها جاية منين جاية من طريقة تفكير الناس الانطباعات والجزء اللي بنحطه في الزهن وكلام ده كله هو النحية النفسية بتبدأ منين تبدأ بفكرة في العقل تصرف يحصل ويدخل العقل الاول ويشوفه هل عنده رصيد عنده تشابه فيبدأ يحكم عليه او يبدأ يفسره كل الناس لما بيحصل اي حدث او سلوك قدامها بتفسروا مش زي ما هو مش زي بعضها مش زي بعضها خالص لكن بيبقى مرتبط بي يعني انا مثلا ايه لو انا متضايق قوي دلوقتي متضايق جدا وحصل ان اتعملت مع حد هحكم عليه بالسلبية اللي انا في الحالة في الموت بتاعي دي يبقى حسب الموت بتاعي هحكم عليه هنا وهي دي الغلطة اللي كل الناس بتقع فيها انها ما بترك انا نهاردة شفت تصرف طيب انت ليه بتفسره سلبي ليه عشان قطع الموتك سلبي دلوقتي طيب وفر انت فرحان ومسعيد وكلام ده كله ممكن ده اخدش بالك من تصرف سلبي لانت مركز في الايجابيات طيب طيب انا اقدر اصلح ده ازاي يعني هي المشكلة اه اقدر اصلح المشكلة دي ازاي يعني انت قلت مشكلة اه وطالب ان انت تصلحها التصليح لازم اول حاجة ان احنا نكون فيهنا الكلام ده الاول ان انا النهاردة لازم اعرف ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وخلق معاه الخطأ خلق معاه الخطأ مش فرضوا عليه لا ان هو غير قابل ان يعمل كل حاجة صحة جميل كويس طيب هتقولي النهاردة اعمل كل حاجة صحة او ما عملش كل حاجة صحة ده مبني على ايه مبني على التكوين الاولاني من ساعة ما يتولد الانسان على ما اكتسبوا اكتسبوا من مين الانسان لما بيتولد على فاكرة بيبقى صفر كلنا بيبقى صفر معلومات ولا نعرف حاجة في الكون جميل بنقابل بابا وماما يبدأوا نشوف بيعملوا ايه بيفكروا ازاي بيقولوا لنا ايه ونبدأ ناخد منهم ناخد جزء في الغالب بناخد موزق جزء كبير ما عندناش بودي جارد يمنع الوحش من الحلو حلو على وحشه خد 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 فخلاص بتبقى من ابنك عادة بتاخد من الجيران من القرايب من الاعلام من المدرسة من الزميل كل ده بالنسبة لك انت بتكون شخصيتك منهم البيئة المحيطة منه بالزبط بس في الحقيقة معظم البشر يكون كل البشر الا منرحم يعني بيبدأ ياخد العادات دي ويشتغل بيها في حياته ده العادات الخطأ بالحلو بالحلو فانت تلاقي ايه واحد يفعل حاجات كويسة ده برق الو تكوين الشخصية بالزبط كده بالزبط هنا لما الناس لازم تفهم ده الاول يبدأوا يفكروا ويرجعوا ويقيموا ايه اللي عندنا احنا بقى ايه لما بنقوله ناس بتنفر وناس بتقرب لينا ناس بتحبنا وناس بتجرهنا عشان حاجات تاجي لدي ما يكون هنا ابدأ افلتر بقى افلتر خد بالك بقى بص حضرتك حتة دي مهم بقى قوي مش عيب ابدا على اي انسان ان يكون خد الجرعات دي لانه ما كانش يليقيت فيها انما لما يتعلم بعد كده ازاي يبدأ بقى يراجع ده هو ده اللي مطلوب من الانسان النهاردة هل انا ده اللي اكون ده واتكون حلوة الوحش حتى لو من ماما وبابا ده الكلام ده لو افترضنا ان الاسرة تمام وان بابا وماما موجودين اصلا ان مفيش مشاكل طب بي رأيك بقى لو قلتلك يا دكتور ان المشاكل الاسرية ازاي بتأثر على الشخصية بص حضرتك مفيش مشكلة مفيش مشكلة تأثر على الشخصية هي المشكلة هي العكس هو الشخصية هي اللي بتبقى مصدر المشكلة مم تمام يعني على البرد والبيئة المحيطة على اللي انا اكتسبته انا ما عنديش يعني ما عنديش حاجة معينة افلطر عليها لأ انت عدك اللي هو ايه بقى تصرفاتك مع الاخرين هل اساسا جاية في الكلام ولا جاية في الافعال ما هو لازم بص حضرتك انت ابتقائم على ايه بقى حاجة اسمها بالنسبة للمعيار ايوة اقصد المعايير اشكرك المعايير بقى المعايير فين المعايير دي الله سبحانه وتعالى جعلها في حاجات اساسية زي ايه زي قالك مثلا في الاديان الاديان هي معيار خلاص في حاجة اسمها القيم العليا القيم العليا اللي هي ايه الاخلاقية الامانة الصدق دي اسمها قيم عليا هل كل تصرف بتصرفه في حياتك مثلا في صدق لما تيجي تقرنه بالمعيار كويس تلاقي ايه يا بعيد يا قريب يبقى انت عرفته كل تصرف هتلاقي ليه معيار في حياتك مليون في المية بس بشرط ان انت تقرنه طول ما انت اساسا مش محدد المعيار ما تعرفش تقيم ودي نقطة مهمة جدا لما يبدأ بقى هنا يبدأ الاصلاح ازاي عمر الاصلاح ما ييجي مرة واحدة جميل لازم حددك حاجة اسمها plan خطة طب قبل الخطة لان احنا كده ندخل على مرحلة العلاج احنا كل ده في الصحة النفسية اشكرك احنا عايزين نعرف بقى امتى انا اقدر اقول مش انا كمحمد يعني ربنا ما يكتبش علي امتى اقدر الشخص او المريض يقول انا مريض نفسي اشكرك وده سؤال جميل جدا والحقيقة هو غائب عن عقول الناس جتير قوي جميل بص حضرتك اول حاجة لما لاقي تصرفاتي تحت ضغوط معينة شكلها مش عجبني ادي واحد نمر اتنين الاقي الحالة بتاعتي بقالها فترة طويلة كده متغير فترة طويلة وهنا الحقيقة فيه فرق كبير قوي ما بين العرض والمرض النفسي النفسي فيه حاجة اسمها العرض النفسي وفيه حاجة اسمها المرض النفسي طب قبل العرض والمرض اهم حاجة انت هرق ذكرت ان فترة طويلة يعني مثلا واحد لو هو صح الصبح مده مش كويس ده ما يدخلش في ما يدخلش لان ده اسمه عرض ليها مدة معينة ولا حاجة يقدر كل حاجة ليها رينج كده يعني يعني بنقول الرينج يعني يعني حضرتك النهاردة مثلا لو عندك بص عايز يوصلها للناس عشان يبقوا يعني واضحة بالنسبة لهم جميل لما اي حد يحزن بدون سبب يبقى هنا فيه مشكلة لازم حضرتك تكون الحزن فيه سبب او فكرة حزن وصلت عشان يحصل يعني البرض لا يمكن يكون تلقائي جميل لازم يكون فيه سبب ممكن واحد على فكرة يأكل أكلة تقيلة جدا وأنواع معينة مثلا زي بعض الأماكن بيأكل بتنجان مثلا مع جسمه معين يأدي لك تئيب مؤقت تلاقيه ايه يعني مش طايق اي حاجة خدت بالك ازاي ده بس معارض عارض أكل ده بيشتغل على الهرمونات بالزبط ده نتيجة اللي حاجاتها انت خدتها ده قدت الى كده فيه أدوية تجيب اكتئاب وحتى بيذكر كده في البنفلت بتاعت الدواء ان فيه أعراض جانبية من ضمنها قد يؤدي الى ان عاس الاكتئاب كده بيقولك كده وده شيء يعني منطقي بالنسبة لنا فجسمه العرض اللي هو ممكن يجيلك يوم اتنين عشرة خمستاشر ممكن شهر عرض وكله سبب زي ما احنا قلنا اما المرض انك تقعد فترة في المرض ده قلق مستمر بسبب بدون سبب عملت 3-4 شهور 5-6 شهور دخلت في سنة عمل يتطور وكلمة يتطور يعني يتعقد يعني بيزداد حدة وكلمة يزداد حدة يعني علاجه هيبقى صعب طب هستاذي حضرتك قبل علاجه ناخد اتصال صباح الخير صباح الخير اهلا صباح الخير تحياتي لكلها لأسوان والتحياتنا لحضراتكم وللمواضيع الرائعة للقناة وبصراحة يعني بسم الله ومشاء الله بتفتح لنا ان كل واحد يعني يقول رأيه بصراحة بحرية ربنا يبارك في حضرتك ويخلى حضراتكم يعني اللي بتدونا فرصة ان احنا نقول رأينا ربنا يبارك في حضرتك تستنينينا بقى النهاردة في الاخر هقول لكم عن مفاجأة اتفضلي يا فندي اتفضلي يقولي سؤالك يا فندي حضرتك شكرا طبعا لحضراتكم على الموضوع اللي حضراتكم فتحينه بس هو عامة يعني المؤمن مبمراتش نفسيا لأن المؤمن بيعلم ان كل شيء مقدر بقدر الله والجوء دايما ما بيكونش الا الى الله لكن في الناس اي سؤال تاني اي سؤال تاني في ناس بتحكم عن ناس على اساس انفعالات اللي ممكن تكون عادية يعني كل انسان بيمفعل ساعة الغضب وبيكون عادي ساعة الاوقات العادية لكن المشكلة ان في ناس بتتساهل وبتحكم عن ناس والمفروض ان من قال في مؤمن ما ليس فيه اللي يتبوع مقعده من النار الناس محتاجي حضرتك توعية يعني لان الناس للأسف فاكر ان كل حد بالدعي كل حد بنرفض لا دا مريض نفسي لا الحفن عن الناس اصبح شائع يعني للأسف ناس كتيرة بتسقط وإحنا بنقوم بالدور دا يا فندم وبنعمل دور توعية هوا عشان محدش يعمل كده تاني بشكر حضرتك جدا ودكتور هيجواب على حضرتك الاخت اللي اتكلمت الحقيقة قالت كلمة جميلة قالت سؤالين قالت الأول حاجة جميلة يقول لك المؤمن لا يصد نفسيا جميل لكن هو الحقيقة كلمة عامة لو قلت لأي واحد هو انت مؤمن هو مش عارف كلمة الإيمان الشرط ما تحققش عشان قد يكون الشرط يستوى ما تحققش هي كلام حلو جدا جميل بس لما نيجي نترجمه الفعل محنش عارف الإيمان دا وصلت له ازاي يعني قصة هي هي حاجة حقيقية بس إحنا لما نقول هذا الكلام لكن بإحنا عاديين وانتسري يعني إزاي نقول خطوات عشان توصل للراحة دي حتى على فكرة حتى الإيمان لازم يكون ما تحقق الشروط اللي احنا بنتكلم عليها الشروط النفسية يعني إيه حضرتك أن أنت ما تحكمش على الشخصية أن أنت تلتزم العذر أن أنت تدرك ويبقى عندك وعي أن أنت تبقى عارف أن جميع الأخضاء طبعا دا شغل ديني يعني فده شيء صح تاني سؤال اللي هي الناس اللي هم بيديقوا ناس أو بيشتموا ناس بيحكموا على أفعالهم منها غلط بالضبط الصحة النفسية ضرها إيه هنا في الحالة دي أول شيء حضرتك يبتنفعل مرة واحدة أول شيء إحنا يهمنا هنا مش اللي بينفعل إحنا يهمنا اللي قدام اللي بينفعل اللي هو الشخص المطلق المستقبل اللي هو دا الكلام دا أو الكلام دا بيأثر عليه وممكن يغير حالته من حالة كويسة لحالة وحشة هنا لدينا ندي الدفاع النفسي ضد الآخر دا تعال نعلم الناس حتة جميلة جدا اللي هو لما حد يجي هجبك لتصرف أو لوجهة ناظر أو خيره حاول أن أنت تشوف الرسالة اللي جاي لك اللي فيها المعاجمة دا علشان أنت فعلا عندك دا ولا دا الدعاء كاذب ناخد بالنا بالحيطة دي أنا ساعتها مش يكون فاضي أشوف دي لا يا فندم الإدراك يخليك تبقى متنبه لأي حد في الدنيا جميل خد بال حضرك يعني أنا جيه النهاردة حد يقول لي أنت كذا 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 أتصرف إزاي توقف أول حاجة توقف خد بالك الناس كلها عندها مشكلة حاجة اسمها لإيه ربض فعل التلقائي يعني إيه ربض فعل التلقائي أنت مبرمج أنا آسف جدا تعالوا نشوف الكلام دا كله تلاحظ أحد في الشارع شاتم أحد التاني يرد عليه ما بيفكرش لأنه متبرمج على أن تلقائي درابني أهو خد بالك الناس في حياتهم كلها مبرمجين جميل خد بالك هتلاقي 99% من تصرفاتهم برمجة برمجة يعني أعادات اتعود عليها فأصبح بيمشيها بالنفس الطريقة إحنا عادينا نعدل الإسلوب دا إزاي بقى لما تجي لك أي رسالة دا عايزة تدريب مش عايزة أقولك تعمل كده التدريب دا يقولك إيه أول ما بسمع أي حاجة أبتدى أفكر هو قال لي كذا دا بيني وبين نفسي هو أنا عندي دي يقولك انت أنيني طب أنا سمعت الكلمة انت أنيني كويس أعود أفكر إيه اللي أنا عملته يعني أنا حاجة أخدها ومش هرد خد بالك الرد ما هو المشكلة أنا لو ما ردتش ممكن يعني في ناس بتتجنن أكتر أو بيتمدى أكتر ممكن تحصل لمشكلة أكبر ما أنا بتاخد بالك ما هو البلدين حضرتك دا بتقوله الطبيعي لوقت اللي بيعد بين الناس آه يعني يقولك أنت دا أنت أبرد من فريون التلاجة بالبلدين بص هنا احنا كل تعليمنا وتدريبنا ما هو كل واحد احنا بنكلم في شيء عاديين نغيره في حاجة سمعت حضرتك عشان أغير أي طبعة لازم نتدرب خد بالك الحتة دي ما فيش في الدنيا أي تغيير في الدنيا يتم على شخصيتي من غير تدريب نتطمن على الحتة دي يا جنالي نتدرب على كده نتدرب على إيه إن أنا أي رسالة تجيلي من الآخر أنا أدرب الناس أهو بقولهم تعملوا إيه تدريب عايزة تكرار تكرار عشان تبقى عادة جديدة لما أسمع شيء من حد وحش وبيبقى ضدي أبدأ أفكر فيه وأنا جبتي كلمة أنيني دي أنت أنيني أبتدي أشوف أنا فعلا أنيني طب أنيني في إيه حبدأ أوجه للشخص اللي بيكلمني أقول له أنا أنيني طب قولي في إيه شوف شوف بالطريقة أي إنسان متعصب وحش عنيف جدا أي حاجة عليك خد بالك أول حاجة تعمل إيه تستقبل الأول منه وبعدين تستفسر يعني إيه تستفسر تقول له طيب أنت حدك قلت أنيني أنيني في إيه يبدأ ينتبه ما كانش متوقع الرد ده لما تقول له تقول له أنت أنيني طب أنا أنيني في إيه قولي عملت إيه يعني كنت عايزني أعمل شوف بقى أعمل إيه أشتت تركيزه الهجومية علي جميل خد بالك الحتة دي مهمة جدا أي إنسان أنا ممكن أتحكم في ردوده وخليه يعكسها خد بالك الحتة دي مهمة جدا وده دور اللي احنا بندربه للناس تدريب أي حد بيبقى هجومي هو جاي حطت في دماغه انطباع معين أو ما يعرفكش أو شاف منك تصرف فيحكم عليك بلفز اللفز ده احنا بنحذر ندس منه لأنه هيفضل بتعلق جوا ده أكتر من كده هقولك على حاجة كمان خطيرة عشان نربطها بينا تخيل لأنا قاعد مع ناس واحد جيء قاعد جمبي ناخد اتصال ناخد اتصال ناخد اتصال صباح الخير يا فاند صباح النور السيدة حركة تعلق ام أحمد اتفضلي يا فاندي انا ابني ابني عنده 32 سنة تمام وخطط ثلاث مرات وكل ما نروح لعروسة يقول يقول انا مش مرتاح انا مش مرتاح وهو بره تصرفاته حلوة وبيشتغل شغلانا كويسة بس يعني عنده قلق عنده عنده سواس من اي حاجة وكورونا دي لما جاد زوادته اكتر يعني يعني ما هو ما بيطلعش بره خالص ما ما بيعدش بيروح لسحابه ما عادش بيعمل ومش عارش اعمل له ايه موضوع الخطوة ايه سؤال تاني ام محمد اسألها بس سؤال قبل ما تقفل طيب سانية واحد ممكن ااسأل سؤال صغير ايوة ممكن تقوليلي حضراتك درجة الثقة في نفسه قد ايه هو كويس وبيشتغل لا 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 انا حضرتك بس سؤال محدد جدا هل عنده انت شايفة من هو صغير حتى هذا السن عنده درجة ثقة في نفسه كويسة ولا لا يعني ما توصفت مش ثقة اوي كنتكو مش فاهمة اصدح الرجل لا ما الثقة في النفس دي اقولك على قبر تاني هل عنده قدرة قوية على تحمل المسئولية في حاجات في حياته اه اه عنده عندك دلائم يعني الخطوبات دي اللي هي فشلت دي هي اللي خلته مهزوز من ناحية الجواز خالص يعني يروح لأي واحدة يقول اه كويسة وهي بيبقى عنده اخوات بنات لا مالوش طب اقولك على حاجة تانية البيئة بتاعت حضرتك التربية كانت محافظة اوي لا مش محافظة اوي يعني يعني هو عادي زي اي طفل هو باباهم متوفي وهم متربه كويس يعني تربية كويس لا هو بصي بقى هو بص عليك عشان نقدم يعني محدش شد عليه محدش ضغط عليه في تربيته يعني تربيته مستوانا كويس وعشتنا حلوة الحمد لله لكن ما كانش فيه قيود ما كانش فيه قصره من الاب عليه ما شفش اخطاء من جهات ولا حاجة كده باباهم متوفي وهم صغيرين ومتربين يعني الكل بقى محاوتهم واخوارهم وعمامهم انت قريبة منه انت قريبة منه حضرتك اساسا لا مش اوي ما هي دي المشكلة بخضي بال حضرتك هقولك على حاجة بس عشان تبقي انت عارف حاجة حاجات معينة تعرفي ليها تأثير قد ايه عدم وجود قبل القدوة فترة معينة بيفقد يفقد حاجة اهمية عند الشاب ده في حياته ادي واحد نمرة اثنين مضطر هو في سن معين ان هو ما يقدرش يقولك اي تفصيلات لكن هو قطعا يكون عنده معاناة من نوع اخر في الحالة دي ما نقدرش تحل مشكلة كده الا لما نكون قاعدين مع الشخصية نفسها يعني حضرتك ده حكمك انتي طيب شكرا انا معهم يعني لازم يكون ده لازم خد بال حضرتك انت لازم عشان تحل اي مشكلة في الدنيا ان انت توفر معلومات عن البيئة والظروف وطريقة التربية وطريقة التفكير كل ده عشان تقدر تتعامل مع الجزء ده وتخليه يرجع في المد الطبيعي ويعرف يختار وخد بالك احنا عندنا ثقافة في المجتمع ان انت ما بيقولكش الاسلوب الامثل لعملية الارتباط ماشي يا ازاي اوكي طيب انا ملاحظ ان الدنيا كلها بتبدأ من عند الطفل طبعا طبعا دي حاجة مهمة جدا خد بالك بداية الشجرة من تحت بالجدر طيب انا السيد الحراك ناخد اتصال كمان لان فيه انفجار اتصالات عندنا وبعدين ناخد الطفل اتفضلي اوزي اسمها هلو صباح الخير اهلا صباح النور اتفضلي هستاذي حركت في التلفزيون عشان تسمعيني كويس بس فصل طيب بتقدر يتكلمينها تانية اسمها كنا بنقول بقى يا دكتور ان هي بتبدأ من عند الطفل طبعا وانا ماينفعش اسيب الطفل كده صحيح لازم اشوف الطفل الاب والام اللي عاديين بيحرك قلت ان الاب والام عليهم دور كبير جده صحيح لازم طب هما عاديين دلوقت بيشاهدونا عايز اعرفهم ايه المتطلبات وايه المستلزمات اللي المفروض يعملوها او تكون عند الطفل صحيح خلال بقى المراحل العمرية المختلفة بالضبط كده بص حضرتك الانسان اول ما بيتولد بيبقاله حاجة اسمها احتياجات احتياجات ايه يعني احتياجات في السيولوجية بيحتاج يأكل يشرب يعني تلبي له احتياجاته اللي هو مش عارفك حيلبيه هو بنفسه لازم ام تردعو كده محتاج حنان محتاج حد يطبطب عليه محتاج صوت بسيط ده في السن الاولاني خالص لازم مشاعر الحنان ياخدها في سنة معين افرد ما خدهاش خد بالك بقى مني في كل كلمة عشان دي الخطورة للناس بتعني منها طب نعرف افرد لو ما خدهاشها هيحصل بس هناخد صل الزمريم الزمريم صباح الخير اتفضلي اتفضلي انا مثلا لما حد بيواجهني او مثلا حد مثلا بعمل تسلف وحد مثلا بيواجهني من بعض تكتب افتدم يعني ببعرفش رب افتدم من رب وفي الاخر بعد افكر كتير ممكن انام مثلا زعم معرفش افتدم من رب تمام تمام وفي الاخر يعني مثلا ورجاتي بتوصل ليه مثل ميز بيعاني انا افتنينش كده ميحصل بكاش حاجة بس بس لاني فجأة عارفك فيها لوحتي مش عارف رب عني يعني افتدم من رب تمام اي استفسار تاني شكرا الحقيقة دي ليها اكتر من سبب ده النموذج منتشر جدا ما انا هقولك ليه هو الحقيقة الناس ما بتاخدش في حياتها فرصة ليه بيسموها بيتعلموش يعني مهارات الاتصال مهارات الاتصال دي عبارة من ايه انا لما اجي اسمع او اجي ارد او اعبر عن مشاعري او ان ازاي اعمل تواصل مع الاخر الناس ما عندهاش حاجة اسمها حصيلة لغوية تقدر من خلالها انها تعبر عن المشاعر والاحاسيس انما هي بتقعد بعض فترة يعني انت بتقعد تركيز قليل شوي وهتلاقي اساسا هي مش في الجزء ده بس تلاقي فيه معاناة من حاجات تانية يعني في التواصل ودايما هتلاقي فيه دول البيت في طريقة المعاملة اوعى تكلم اوعى فالانسان لما بينزل على مفتاح من بيئة مغلقة لبيئة منفتحة بيقدر يلاقي زي شبه طلاصم اتصرف ازاي في المواقف دي خصوصا لما يكون بيئات فيها اختلافات كتير شوية جميعا ودي نقطة مهمة جدا ولذلك هتلاقي اساسها هي الاصول الارشاد النفسي والاسري في البداية ما كانش وقت حققه في الاسرة دايما ما لازم كل ابو امي ياخدوا كورسي 6 شهور اجباري من الدولة ده لازم بص حضرتك ده بالزبط افضل من التعليم اللي بياخدوه يعني خد ده لحضرتك لا ده انا بقولها على سبيل الدعاء بانت اي رأي حضرتك لو طبقناها فعلا انا اقولك الحاجة انت بتتعلم ليه عشان تعتواجه الحياة خد بالك هو انت لو سألت اي انسان مثقف متعلم شوف اي تعليم في الدنيا مش هيخليك ان انت تعرف تفكر او تعرف تتعامل مالوش قيمة جميل وخلينا نطحين اذا ده يعتبر لازم من لزوم الحياة زي ما انت بتودي ابنك النادي لازم تديره مهارات الحياة مهارات الحياة دي انا اقولك الحاجة كم واحد كان عنده حق ومعرفش ياخده تعرف ليه عشان ما عندهش مهارة الاقناعة كم واحد اختلف على شيء وماقدرش برضه ياخده واختلف وضعت منه عشان ما عندهش مهارة التفاوض كم واحد قابل ناس مش عارف يشبك معهم ازاي عشان ما عندهش مهارة التواصل مع الاخرين يبقى لازم الكورس يا دكتور مش بقولك عقولك الحاجة مفيش ابو ام معظم الابهات والامهات في المجتمع كله بيعملوا ايه عايزين يحموا ولادهم لما بعد موتهم فبيعملوا لهم ايه يوفروا لهم فلوس طيب فين السلاح اللي يواجه به الحياة اللي هي ايه كيف تتعامل مع الاخر وتنجح معه اعظم زكاء في العالم اسمه ايه emotional intelligence زكاء المشاعر او اسمه بالعربي زكاء العواطف او الزكاء الانفعالي ازاي تتعامل مع الاخرين وجدهم حضرتك في المنظمات في المنظمات ان 30% مشاكل الشركات والاماكن والمنظمات طيب وال70% ايه مشاكل الاتصال ما بين العاملين ايه ايه رأيك ولذلك انا اؤكد لك مفيش منظمة الاو بتعاني استضام الموارد البشرية مع بعضها ليه لانه مش عارفين اتفاهموا مع بعض وارجع وشوف وعلى فكرة مفيش منظمة فيها استشاري نفسي مفيش مكتب نفوش مشكلة مفيش مكتب نفسي هقولك على خبر تاني مفيش مدرسة الا من راحم في بلادنا الاو فيه حاجة اسمها اخصاء اجتماعي مع ان انت محتاج حاجة اسمها اخصاء ايه نفسي عشان يبتدي يعلم الاولاد ازاي يتعاملوا ده يبقى من قطب بقى مصر بنطالب وزيري التعليمي انه هو يعمل لنا مهم ما جيدة صح ولا ايه رأيك يبقى نرجع لناخد من احتياج بقى النفسي اه لأ بتاع الطفل بس نأكد ان احنا في احتياج للذات السقافة خد بالك ان انت بعض الناس تفهم غلط ده ادراك ووعي انت مش معليه يعني الناس انه هرده بتحكم ازاي عندها معلومات قد كده فتحكم حكمت ازاي غلط فتلاقي التصرف والسلوك غلط مشكلة ان هو يعني انا بشافده بالفيروس هو اي تصرف غلط فيروس يعني ده بيعلم ده بيعلم ده خدوة يعني ممكن يكون مش شرط بابا او مامتو وممكن ما اعتبروش فيروس اعتبرو حاجة تانية نقص تعليم صح ما هو نقص التعليم الصح ده ده فيروس فحد زي مش عايز اتساميه كده ليه لان انت مكتش متعلم وجالك فيروس فمنعك لكن انت من الاصل مخدش ازاي فقد الشيء يعطيه ولذلك ده ده اوحش تسمح لي اقول كلمة وانا مقصدهش بس انا عايز اقولي الحقيقة انا شخصيا متعاطف مع هذا الجيل من الشباب الجديد تعرف ليه ليه اقولك ليه حتى لو افعله وحشة ما هو انت تتهم معلمتوش صح عشان كده بتاخد منه نتائج مش صح طب الاجيال اللي من ثمانين تسعين مئة سنة دول كانوا ايه كنت بتديهم مدخلات صح فطلعوا حلوين وانت لازم تكون نظرتك كده ان انت ما تحكمش على حد بين غير ما تكون علمته وفهمته وربيته وانا يمكن وانت بتسألني في الجزء الاحتياجي النفسي ده قلت لحضرتك ايه لازم نرجع للاحتياج يعني الطفل في الاول خلص اول سنتين محتاج الحب والحنان والرضاعة وكده طيب وبعد كده محتاج ايه اقولك محتاج ايه محتاج تربية وعندي مشكلة عند المجتمع المصري المجتمع المصري ما بيفرقش ما بين الرعاية والتربية اه ايه الرعاية وايه التربية ان انت توكل وتشرف وتود المدرسة وتود للدكتور وتفسح دي سنة رعاية جميل طب فين التربية اه التربية دي قصة تانية خالص التربية ان حضرتك النهاردة لما ابنك يعمل غلط مش تعاقبه تتكلم معه وتناقشه ان ده صح كذا انك لما تكلمه ازاي تعرف تقنعه ولما انت تغلط تسمع منه ان انت تعرف تخليه تحمل المسئولية انك تقدر تخليه يعتمد على نفسه انا في شباب تجبيه يا دكتور ومش عارف قد يكون صابقة قد يكون خطأ ان الرعاية دي عاملة زي انا عندي لو عندي كمبيوتر او عندي لابتوب الرعاية دي هي اللي هي البار اللي بيوصل كهرباء للجهات اشكرك الويندوز بقى اللي هو والعملات الارسوماتيكس دي دي بقى التربية بالضبط ما انت النهاردة هتبرمجه بقى البرمجة البرمجة دي البرمجة هي الجزء اللي انت هتعلمهوله ولذلك هتكتشف حاجة غريبة جدا اللي هي؟ والحقيقة المجتمع حاسسها بس مش فاهمها جات ازاي اكتر من 98% من الاصل المصرية اولادهم سواء بنات او اولاد بيوصلوا لسن عشر سنين بيصطدموا باهليهم ده 100% ليه؟ تعرف ليه؟ علشان هم بيخرجوا مش مؤهلين ولا مسلحين ولا متعلمين ازاي يواجهوا الحياة بدون مهرات يتعلموها اساسا ما خدوا ايش فبيخرجوا يلاقوا ناس فبيتدوا يندوجوا معهم يصطدموا بيهم فيرجعوا يلاقوا البيت ايه؟ لا دا ولا دا فيخلعوا من البيت ويلقوا اراءهم مصطدمة فيبدأ يكون شخصية مختلفة تماما تبدأ تصطدم بالبيت وانت بتفكر رجعي وانت مش عارف وانت وانت ولذلك لايه ايه؟ اه ما بقولش الحب راح الحب موجود لكن بكل اسف مصطدم فيه فرق كبير جدا ولذلك الا من رحم اللي هو الاب والام مندمجين مع اولادهم وبيسمعوا منهم وبيخليهم يعتبدوا على نفسهم وبيزودوا ثقاتهم في اولادهم ولذلك هقولك على حاجة في قياسات بتتعمل على عينات معينة وانا شخصيا ما بيجيلي مرضى في خلاف ما بين الاولاد من جهة والاب والام من جهة تانية تعرف اول مشكلة بلاقيها ايه؟ اقولك بلاقي الطفل بالنسبالي نسبة ثقته في نفسه لا تتعدى من 20-30% واكتشف ان الجزء المؤثر الاكبر في نزول الثقة في الدفس كان بابا وماما وعدم ودايما بيفكروا للطفل خد بالك الحتة دي اي ابو ام انا بقولك من ناحية العاطفية بيموتوا في اولادهم بيعشقوهم انما ما يعرفش ربهم ليه اصلا هما ما تعلموش ده قولي في المدرسة ولا في البيت خدوا التربية دي فين؟ طب احنا دكتور احنا بقىينا 6 دقايق وورينا الجانب المظلم عايزين بقى نشوف الجانب المشرق نتكلم عن الامل نتكلم عن الرشدة بقى نعمل ايه؟ ابو الحاجة الادراك والوعي لازم الابهات والامهات يدركوا اساسا ان في حاجة اسمها تربية وان الطفل ده زي ما هو بيحتاج يأكل ويشرب محتاجي ازاي نعرفه يعني النهارده ايه؟ ما ندللوش فاهم يعني ايه؟ امم مش كل طلباته بروح نجيبها ما دلعش زي ده عن اللازم خد مني بقى عشان ترفع الحدة المسئولية دي اول حاجة حضرتك طيب استاذنا بناخد وزي اسراء ناخدها ناخدها وزي اسراء اتفضل يا فندم ايوة ممكن نسأل الدكتور السؤال بس؟ اتفضل الدكتور مع حضرتك اه بعد اذنك يا دكتور انا يعني مش بيبقى عندي القدرة اني اعلم ولادي حاجات اه يعني مش عندي القدرة اللي علمهم الاخلاق وكده اه بس دايما شديد عليهم دايما خايف عليهم دايما حاسة ان انا لا اعملش لا اعمل ومش حاسة ان انا بديلهم اه القدرة في الاخلاق وكده فاعمل ايه؟ اه برافو عليكي تعرفت حضرتك 50% من اللاجي انت قلتي ممكن نطع المكلمة؟ اه ممكن طيب شكرا انا اسراء انا هرد على حضرتك حالة بص حضرتك اول حاجة 50% من العلاج هو الوعي بالمشكلة خد بالك الحتة دي مهمة قوي كثيرا من القسر ما عندهاش الادراك ده فاروا حاجة في الاخت اسماء اسماء اسراء اسراء قالت ايه؟ قالت انا عايزة ديهم بس مش عارفة ازاي وكده الادراك ده في حد ذاته 50% من الحل طب تعالوا ايه با يقول ازاي بقى اه لازم نعلمهم بقى ازاي يقدروا يوجهوا الحياة هنا لازم تدور ايه بقى الحاجتين؟ يتوديهم يتعلموا ده يا اما هي اللي تقوم بدور التعليم ده عشان تعرف تنقله تنقله بل هاش حالة تاني لكل الناس احنا بنقول لكل الناس خد بالك لو عايز ابنك احنا بدا انا بعتبر النزول على الارض كبشر هي عبارة عن مواجهة التحديات كل شيء فيها تحديات عشان تاكل تحديات عشان تتعامل مع الناس تحديات المشاكل هتبضل تلازمك في كل حاجة مش مهم المشاكل المهم ان انت ازاي تعرف تعد المشكلة تعد المشكلة يعني ايه لازم تكون من جوه فاهم مدرك واعي لابجيلك مشكلة ازاي تعرف تحليلها عشان تعرف توجهها طبا استاذ نحرك ناخد اخر مكالمة وسي راجب صباح الخير وسي راجب اتفضل سواء الفول يا فاندر اتفضل تحياتي ليجو تحاجر الدكتور فريق لعدها ده يا فاندر والله يمساعدينك يا فاندر اشكرك ربنا خليك تفضل يا فاندر انا معاي مشكلة اقولها للدكتور انا معاي عالي طبعا 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 فشرات وعشرينات وخمسة وعشرين ففي موضوع هنا لو جاء ابني يقل لي انا بابا عزة ولا سيارة مثلا طب اقول لها بابا ليه قلوا كلها بتولى فانا طبعا من نوعية ان انا خلي العيل اعمل حي قدام اعملاش من وراي فبا اقول له خلاص اتجايف كده ولا طب معرفش دي وحشة ولا صديح طب سانية واحدة سنه قد ايه سنه قد ايه فيه تسع تجرات وفيه واحدة وعشرين طيب بص يا سيدي هقولها لك على طول كده من غير قولة الوحيدة وانتهت على كده بص حضرتك اي طفل لحد سن تسع سنين فانت خلاص انتهت التربية من نسبه لك لي خلاص ما تقدرش تؤمره ما تقدرش تؤمره عدت خلاص اتفقنا اتفقنا بي عاية وتر حقولك عليها هو كده كده هيولى عصره طب اسمع بص الدكتور الاخر خد بال حضرتك خد بالك انا هقولك على حاجة بص صغيرة هسألك عليها هي دي اللي عايزة تفسر عليها هل حضرتك في سن المراحقة ابنك استضم بيك في اي حاجة لا طبعا خالص خالص انت مين اساسا لوكسور اه الجماعة بتقول لوكسور عندهم قيم مختلفة شوية الصراحة هو يعني الصراحة دايما يعني دايما مخوي ابراظو عليك ده رائع جدا شوف انا عايز اقولك على حاجة صغيرة بقى نعم دي بقى ارسالة مني لك انت في البيئة اللي انت فيها بتشتغل فيها دايما اول لقطة انت لازم تحافظ على حاجة اسمها السمو السمو يعني انت بابا انت بابا صاحب القيم والمبادئ هتفضل طول عمرك ما تروحش لابنك في اي صغيرة وكبيرة وتدخل فيها لكن خليه هو لما يحب حاجة يجي يسألك لكن لو ما سألكش ما تقربش ناحيته ايه رأيك برافة يا دركة خد بالك تاني نخد اقولها تاني عشان هو والنسى الاخرين نعم حافظ دايما حضرتك على انك انت الانسان القدوى صاحب الاستشارة وكلمة صاحب الاستشارة يعني ايه يعني النهاردة ابنك لو الكعبل في موضوع سيبه يتعامل في الحياة لان الظروفة غير ظروفة حكمك عليه دلوقتي مع الناس تانية غير حكمك منت مع الناس اللي كنت عايش معهم في وقتك ده وبالتالي خليه النهاردة لو هو تعصر في موضوع يجي يعمل معك ايه يستشيرك ما تقولهش يعمل قله من وجهة نظري كذا انا من وجهة نظري كذا وصيبه خب بيها ولكم ما خدشي طيب شكرا شكرا زحم كنا بنقول قبل الاتصال ان الحياة حديات بالضبط كده وانا معي تحدي حالا بالضبط اللي هو ان انا يعني مجهز حراك مفاجأة اه تفضل المفاجأة ان انا عايز من حضرتك مفاجأة انت عايز مني مفاجأة اه مفاجأة لمشاهدين اطباء مصر بصة حضرتك بس ان المفاجأة ديت عشان يعملوها ولا مجرد معلومة لا مفاجأة اوفر ليهم لا اي مشاهد جاي لحضرتك من ناحية اطباء مصر اه يعني ابي ناسبال اه نستغلك بقى طيب معنا قيمة زي حضرتك الحقيقة اه انا يعني حدي تليفوني لكم جميع اه ولكن انا هستقبل يعني اه خمس مكالمات في اليوم واحنا عندنا الخمس مكالمات من دلوقتي خلاص حاجزين من دل سانة جاي خلاص يوميا عندنا موجودين خلاص احنا عندنا البيتجي على الفيسبوك ما شاء الله خلاص ايبقى انا هدخل على الفيسبوك وحرد على الناس واي حد يعني وتسمح لي اقول كلمة كلمة في الجزء اللي احنا نتكلم لاني ودي قد تكون نصحة بملايين الجنة سريعا بس اسمح لي يا حضرتك اي انسان وانا بقولها على مسئولية الشخصية اي انسان هيصاب بمرض نفسي ما يروحش لطبيب مخ وعصاب على طول او ما تروحش تاخد عقا غير روح لاستشاري نفسي اللي ما يتعملش معاك بالعقا قير الحالة لما تأزم يروح لمخ وعصاب لكن في الاول خالص روح لاستشاري نفسي عشان تحل المشكلة ما تروحش تاخد عقا قير على طول وإلا هتدخل في دوامة في نهاية اللقاء الممتع والمسير طبعا احنا لسه عندنا كلام كتير لسه عندنا مواضيع كتيرة موضوع الصحة النفسية مش حلق او خلاص ده إن شاء الله يكون لنا سيزون كامل مع حضرتك بشكر حراك جدا لتلبيت الدعوة لحضور برنامج أطباء مصر شكرا بشكر حراك على الأوفر والخامسة اللي حراك هتكلمهم يوميا من عندنا إن شاء الله شكرا يا دكتور شكرا نهاية هذا اللقاء لا يسعوني إلا أن أشكر كل السادة المشاهدين بفكركم أن أنتم تقدروا تكلمونا أو تبعتولنا على الصفحة الرسمية لإعلامي دكتور محمد طلع برنامج أطباء مصر تسأله دكتور حسام شكرا إلى اللقاء السلساء القادم العاشرة صباح دكتور محمد طلع